جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب العلم الأكارم جيل 2007 جيل التوجيه الحديث يعطيكم العافية معكم أستاذ محمد قدورة بدايتنا اليوم راح تكون بأول حصة تأسيس للمد طبعا قبل ما أبلش أول إشي راح أعطيكم ثلاث نصائح سريعة أول إشي خلي دراسك أول بأول الثاني إشي خلي دراسك أول بأول سياسة الأول بأول هي أنجح سياسة دراسية فإنت شو ما بتخلص شو ما بتأخذ معلومة سواء هلا بفترة الأساسيات أو سواء بالتوجيه لازم تدرس أول بأول بتأخذه حطه على بيبر حطه على ورق واشتغله لا تترك أمورك أنك أنا فهمت وخلص يعني أنا خلص حضرت الحصة أنا فهمت أنا 100% أنت حضرت الحصة أنت فهمت أنت 30% 70% هذا الجهد اللي بيسير عبين ما أنت تقدر تسيطر على أمورك في المادة رقم واحد رقم اثنين نظم وقتك نظم وقتك يعني أنا يومي 24 ساعة في يومي في خمس ساعات دراسية أو في خمس ساعات مدرسية في عندي ثمان ساعات نوم في عندي ساعتين بريك باقي ساعات دراسة على أقل تقدير طالب العلمي أنت بحاجة من خمس إلى سبعة ساعات دراسة يومية هذا بعد مرحة الأساسيات لما تدخل بتوجيهي هلأ اللي بتاخده بالأساسيات شو ما بتأسس حالك آآ بيكون يعني بتخلصه بتمارسه وبتشغل مخق عليه وبتثبته عشان يكون مصدر أو مرجعيه لإلك للماد لأنه المادة التوجيهي بتحتاج الأساسيات بشكل ضروري جداً خاصة في الرياضيات جميل؟ فأنت بحاجة للأساسيات الرياضيات كثير وهلأ رح نحكي شو الأساسيات أنت بحاجتها ثلاث إحنا حكينا أول واحدة درسة أول بأول اتنين نظم وقتك ثلاثة يا صديق العزيز ارضي ربك وأهلك هو المفروض رقم واحد ارضي أهلك وربك لكن بجميل أحوال لا تخلي التوجيهي يبعدك عن رب العالمين صلاتك في وقتها التزم بالصلاة التزم بالأذكار وبنفس الوقت أهلك أهلك يعني مهما شدوا عليك مهما حاولوا أنهم يضغطوك خلي أهلك رقم واحد رضا أهلك رقم واحد لأنهم هم بالنهاية هم اللي بدهم مصلحتك فهم رح يكونوا شوي شديدين عليك في هاي المرحلة أساس أنك توصل إلى المعدلات العالية وهم عنصر نجاح زي ما نحن الأساس عنصر نجاح لأنه أنتوا طلاب التوجيه لو انتركتوا على الحبل تفلتوا فالآهل هم عنصر نجاح زي ما نحن عنصر نجاح وإحنا هلا إيش مادة الأساسيات اللي أنا بحتاجها بالتوجيهي عندي ثلاث مواد أساسية أو ثلاث موضوعات أساسية أنا بحتاجها بالتوجيهي علمي الموضوع الأول النسب المثلثية أو النسب الدائرية الموضوع التاني تحليل الاقترانات وأصفارها الموضوع التالت بعد قواعد الاشتقاق اللي انتو أخذتوها من عاشر ومن أول ثانوي بحاجتها انتو بتوجيه لانتوجيه ببلش بناء على انك بتعرفها من الصفوف السابقة شو بدايتنا من راح تكون بدايتنا راح تكون بإذن الله في النسب المثلثية يلا نقول يا رب يلا نقول يا رب النسب المثلثية أو ما يسمى بالنسب ايه النسب الدائرية سواء كان اسمها نسب مثلثية أو نسب دائرية هذول موجهين لعملة واحدة يعني هم هذول نفس المبهوم لكن لماذا سميت نسب مثلثية من باب المعرفة سميت نسب مثلثية لأنها تعتمد على مثلث القائم الزاوية مثلث فيثاغورس طب لماذا سميت نسب دائرية سميت نسب دائرية لأنها تعتمد على زوايا الدائرة 360 درجة أو تعتمد على دائرة مهمة جدا في مادتنا اسمها دائرة الوحدة هلا منبلش حياتنا ومنبلش أمورنا في المادة اللي أخدتوها بالأول الثانوي اللي تلت تربعك تقعلها سابها لأنه قال لك أنا مرحلة أول ثانوي أنا سياح وسفر والسنة الجاي بدي أبلش أشد حالي وأشد أموري هاي أجد السنة الجاي بلش شد حالك وشد أمورك وتابع أول بأول بداية المثلث القائم الزاوية مثلث فيثاغورس المشهور مثلث فيثاغورس يا أصدقائي العزيز يحتوي على ثلاث زوايا أحدهما قياسها تسعين درجة والتسعين يعني قائم قائم أي أنه ستان زي أنا هلا قائم على الأرض واقف ما فيش عندي ميلان قائم واقف فمشانيك ربنا هامين يقول أقم صلاتك يعني عش صلي وانت واقف هيك إقامة مش أعوج ولا أطعج كذا هذا اسمه قائم فالمثلث القائم هو مثلث يحتوي على زاوية قياسها تسعين درجة هاي الزاوية لقياسها تسعين درجة في قبالها ضلع هذا الضلع شو بسموه برياضيات كلكم بتعرفوا أسمعته أنا قاعد بحكي أنه بتقوله وتر نعم هذا وتر لا الخط هذا مش واضح تعال على شي أصفر يلا طيب حكينا عن الوتر طيب وضلعين التانيات بسموهم ضلعي القائمة هذا ضلع القائمة أقم واحد وهذا ضلع القائمة أقم اثنين ولو عكست الأرقام ما في مشكلة نسميت هذا ضلع قائمة واحد واتسعين هذا القائمة اثنين ما بيفرق معي جميل طيب بما أنه يحتوي على زاوية تسعين أنا أفد اندي زاويتين تانيات هذول الزاويتين تانيات قياسهم مع بعض قديش مئة وثمانين ليش؟ لأنه قياس زاوية المثلث كلها على بعضها سوري تسعين لأنه قياس زاوية المثلث مع بعضها كلها مئة وثمانين راح منها تسعين ضلت زاويتين هذول قياس تسعين فهاي الزاوية وهاي الزاوية قياسهم برياضيات تسعين طيب إذا هاي سميتها ثيتا. معناته الزاوية التانية شو راح تكون? راح تكون تسعين ناقص ثيتا. لأنه مجموعة دول تسعين. فهاي اذا اخذت قياس ثيتا هاي راح تكون تسعين ناقص ثيتا. منتفقين? طيب هذول ثيتا وتسعين ناقص ثيتا شو بسموهم? بسموهم زوايا متكاملة. جميل? زوايا ايش? متكاملة. فنحن هلأ نحكي عن الزوايا المتكاملة اللي هي ثيتا وتسعين ناقص ثيتا. جميل? هلأ بدنا ناخد شوية عن ثيتا ونحكي عن ثيتا. هلأ الثيتا في لها قبلها مقابل. هذا الضلع اسمه مقابل. وهذا الضلع اللي جنبه اسمه مجاور. وهذا وطر. فانا عندي ثلاث نسب مثلثية مشهورة. ايش همه? الساين للزاوية ثيتا. الكوساين للزاوية ثيتا. والتان للزاوية ثيتا. الساين رياضيا هم عبارة عن ايش? عبارة عن المقابل للزاوية على الوتر. مشان هيك سموه نسب. نسب مع كلمة نسبة يعني ايش على ايش? بسط على مقام. مشان هيك نقوله نسبة نجاح العملية سبعين على مين. نسبة امتحاني نسبة خمستاش من عشرين. نسبة بسط ومقام. فهاي النسب عبارة عن المقابل او نسبة الساين عبارة عن المقابل على الوتر. طيب. والكوساين المجاور على الوتر. طيب. والتان? التان عبارة عن المقابل عالمين على المجاور. مقابل الزاوية على مجاورها. والتان يأخذ النسبتين هدول. فالتان عبارة عن ساين الزاوية ثيتا على كوساين الزاوية ثيتا. اذا النسبة الرئيسية التلاتة ايش همه? ساين كوساين تان. جميل. الساين مقابل على الوتر. كوساين مجاور على الوتر. تان مقابل على المجاور او التان عبارة عن ساين على الكوساين. طيب. هدول النسب اللهم مقاليب. مقاليب النسب هاي. الساين مقلوب هايش اسمه كوسيكن ثيتا. الكوسيكند عبارة عن شو الكوسيكند عبارة عن الوتر على مين على المقابل لأنها مقلوب الساين فهي الوتر على المقابل بدل المقابل على الوتر يعني هي واحد على ساين ثيتا والعكس صحيح يعني الكوسيكند ثيتا عبارة عن واحد على ساين والساين واحد على كوسيكند الكوسيكند واحد على ساين والساين واحد على كوسيكند مقليب بعض جميل طيب الكوساين شو مقلوب برياضيات الكوساين مقلوب برياضيات سيكنت ثيتا اللي هو عبارة عن إيش الوتر على المجاور اللي هو واحد على مين واحد على ساين واحد تري على كوساين واحد على كوساين ثيتا إذن السيكنت عبارة عن واحد على كوساين ثيتا مقلوب الكوساين إذن مقلوب الساين مقلوب الكوسين سيكند طيب التان مقلوب التان هو عبارة عن كوتان ثيتا كوتان ثيتا عبارة عن ايش عبارة عن المجاور على المقابل جميل طيب بنفس الوقت هو عبارة عن ايش عبارة عن كوسين ثيتا على ساين ثيتا يالله نرجع نعيد المعلومات ساين كوسين تان الرئيسيات الثلاثة الساين مقابل على الوتر مقابل على المجاور مقليبهم كوسيكند سيكند كوتان كوسيكند مقلوب الساين السيكند مقلوب الكوسين و كوتان مقلوب التان جميل طيب ايش هو التان التان هنا المقابل على المجاور طيب الكوتان المجاور على المقابل طيب التان عبارة إيش ساين على كوساين طيب والكوتان كوساين على ساين هاي النسب المثلثية الأكثر الأشياء استخداما واللي نحن بتحتاجها في عملية التوجيه طيب هاي النسب المثلثية الساين والكوساين والتان والكوسيكند والسيكند والكوتان شو بدي منهم أنا شو بحتاج منهم للتوجيه واحد. لازم تعرف وشغله. نحن عندنا برياضيات دائرة. هاي الدائرة بسموها دائرة ايش? دائرة الوحدة. متفقين? هاي دائرة الوحدة. لا هاي مش دائرة الوحدة. هاي دائرة بس مش وحدة. تعالي نحط نصر القطر بعيد. هاي دائرة. لا ام سوري. ام سوري ام سوري. اه دائرة وين وين ام سوري 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 ام س وي طيب دارة الوحدة ليش سميت بالبداية دائرة الوحدة? دارة الوحدة سميت دائرة توحدة لانها طول نص قطرها واحدة فقط. يعني طول نص قطرها واحد. فانا عندي نص قطر هون قديش? واحد. انتفقنا? هون. واحد. هون. واحد. ليش? لاننصاف اكتر متساوي برياضيات وهي مركزها. لهون نقطة صفر و صفر. جميل? ما لها دائرة الوحدة هاي? دائرة الوحدة زي ما انتوا شايفين تقطع محور اكس ومحور واي باربع نقاط محور اكس بالنقطة الاحداثة بالموجب والسالب ومحور واي بالموجب وبالسالب هاي نقاط التقاطع بدلنا على ايش بدائرة الوحدة نعم بدلنا على ايش بالبداية دوران كامل برياضيات كم درجة 360 درجة من وين اجت 360 درجة هاي صراحة هم جابوها من عدد ايام السنة لقوا ان الشمس بتلف حول الارض بمقدار قيمته 360 يوم فسموها 360 درجة اللي هو دوران كامل جميل فنحن عندنا بداية الزاوية رح تبلش بصفر بعدين رح تبلش بتسعين رح تبلش بعدين تيجي 180 بعدين 270 بعدين اخر ايش 360 اللي هو الدورة الكاملة وخصائص 360 والصفر نفس الخصائص العلما انه الصفر ما تحرقت الزاوية من مكانها 360 لفت ورجعت عن نفس مكانها طيب هلا نيجي عليه هذا هاي دائرة الوحدة لما اجي تقطع ان اكس بتقطعه بأي نقطة بتقطعه بالنقطة واحد وصفر طب وواي بتقطعه في مين في صفر وواحد طيب والواي السالب اه الاكس السالب بسالب واحد وصفر طب الواي السالب بصفر وسالب واحد هدول النقاط ايش بيدلوه الاحداثي اكس للنقطة بيدل على كوساين الزاوية اللي صنعها يعني هون كوساين الصفر بساوي واحد وكوساين التلاتمية وستين برضو بساوي واحد لأنه هاي زاوي لصفر وثلاتمية وستين طيب والواي ايش بيدل الواي بيدل على الساين فساين الصفر قيمته صفر وكوساين الصفر قيمته برضو قد الثلاتمية وستين آسف الزاوية الثانية برضو قيمته صفر ما عليش الخط مش واضح هي كوساين 360 برضو شو قيمته قيمته 0 جميل طيب الزاوية هنا شو قيمتها 90 قائمة وكل ربع باخد 90 درجة طيب هاد عبارة عن كوساين 90 فكوساين 90 برياضيات قداش قيمته 0 طيب كوساين 90 برياضيات شو قيمته 1 طيب كوساين 180 قداش برياضيات قيمته سالب 1 طيب وساين 180 صفر طيب النقطة سالب 1 كوساين 270 قيمته 0 طيب ساين 270 قيمته قداش سالب 1 المقتصر مفيد إذا انتبهت أنت الخط الأفقي الخط الأكس بصفر الساين كل زوايا خط الأكس بتصفر الساين يعني الصفر صفر 360 صفر والمئة وتمانين صفر اللي جاي على الخط الأفقي بصفر الساين واللي جاي على الخط العمودي بصفر الكوساين يعني 90 بتصفر الكوساين والمئتين وسبعين بتصفر الكوساين هاي الزوايا بيسموه زوايا إيش؟ بيسموه زوايا المحاور إذن هاي زوايا المحاور طيب غير زوايا المحاور في عندي زوايا تانية أنا بهمني أعرفها وأعرف قيمها نعم في عندي زوايا بيسموها زوايا الأربع طيب إيش هي زوايا الأربع؟ تعال نرسم من مستوى الدكارتي مرة تانية هاي مرة تانية خط Y نرسم الدائرة والإشي عشان ما يطلعش معنا الأخبطة ها شوفتو صار الأخبط هاي هين هذا هون هاي المحور مرة ثانية هاي Y axis وهاي XX هاي دائرة هاي دائرة الوحدة اللي احنا فيها بتنمد على شرحها ثلاث زوايا بيسموها زوايا الأربع إيش هي زوايا الأربع المشهورة واللي أنا بحتاجها وبحتاج معرفتها هاي نبلش مع بعض عندنا الزاوية الأصغر والزاوية الوسط والزاوية الأكبر شو القياسات تحت هاي الزوايا؟ برضو قسمعكم بتعرفوا أو بتحكولي هاي الزاوية 30 هاي الزاوية 45 وهاي الزاوية 60 إذن أنا عندي ثلاث زوايا مشهورة سموها زوايا الأربع 30, 45, 60 طيب هذول الزوايا هم من 30 و 45 و 60 هذول شو لازم نيعرف منهم؟ لازم نيعرفهم ساينهم وكوساينهم وتانهم وتعامل بالقيم اللي بتطلع معي طبعا أنا من وين دي أعرف الساين والكوساين والتان هلا راح أعمل لك جدول بسيط كتكوت صغير بناءنا عليه بتعرف هذول الثلاثة تروح بتعمل جدول عبارة عن الزاوية 30 والزاوية 45 والزاوية الأخيرة هي 60 شو نسبي أنا؟ ساين كوساين وتان الرئيسيات والباقي مقاليم أنا أسف المفتحة تتنبر يلا منعيد بالله هنا بس على الجدول نعمل خانة تانية كوني عملت خانتين هاي كمان خانة تالتة هاي هون نقول لهم إيش؟ قلنا قلنا تلاتين خمسة واربعين ستة طيب هاي سوينا الجدول شو بدك هيها تساوي؟ دقيقة تساوي كما يأتي بتكتب واحد تنين تلات بعدين بتكتب واحد تنين تلات إذن واحد تنين تلات واحد تنين تلات طيب بعدين بقسم كله على تنين 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 جود إذن واحد تنين تلات واحد تنين تلات بالعكس على تنين على تنين على تنين بعدين باخد جذور البص جذر الواحد واحد جذر الاثنين ما إله جذر الثلاث ما إله جذر الثلاث ما إله جذر الاثنين ما إله جذر الواحد واحد شو صفه معاي؟ ساين الثلاثين نص. وكوساين الثلاثين جذر الثلاثة على اثنين. ساين الخمسة واربين جذر الثلاثين على اثنين. وكوساين الخمسة واربين جذر الثلاثين على اثنين. ساين الستين جذر الثلاثة على اثنين. وكوساين الستين نص. هيك بتحفظهم بسرعة بشكل سريع. طيب. هلا كذا طلع التان. على بعض بطلع هون واحد على جذر الثلاث. على بعض زي بعها , مطلعه carved و جذر ثلاث ع تنين او واحد ع تنين او اتنين و اتنين مع اتنين بتروح بوظل عندي جذر الثلاث. هاية II III .. واحد ع تنين剛 1-23 . كل ما بعدين بأخذ جذور. بيجي طالب عندي و السؤالي اللي بتكرر عندي انا بقولولي طيب انت احنا اخدنا او معلميتنا واستادنا من المدرسة يقلنا انه جذر الفمسة او او سائنل الخمسة او او ا Impa 45 واحد ع جذر ال Connie GB29. مال جذر على تنين جدر التنين. لعنه الجدر التنين جدر التنين تنين. وتنين جدر التنين. تنين مع تنين بتروح رح طلع معي واحد عجدر التنين. فواحد عجدر التنين هي نفسها جدر التنين عتنين. لكن كتاب الوزاري ما اعتمد الجواب جدر التنين عتنين. معنه من التنين زقاد بعض. بس هو باجاباته وباثباتاته ما اخذ القيمة جدر التنين عتنين. فانت اعتمدها جدر التنين عتنين عشان تحفظ الجدول بطريقة اسهل. طيب ممتاز. هاي عرفنا 30 وال60 35 و40 و60 وعرفنا التان طب انا بدي تان الزوائية هاي الصفر طبعا التان هنا عبارة عن سين عكوellesين يعني مثلاн لو واحد اجقال لك تان الصفر سين الصفر صفر وكوسم الصفر واحد صفر وواحد صفر فاذا تان الصفر وتان المية وتمانين برضو صفر على سالة واحد صفر فالخط الافقي تان صفر جميل الخط الافقي اللي هو صفر ومية وتمانين تان وصفر الخط العمودي تانو غير معرف الزاوية تسعين والزاوية ومتين وسبعين تانو غير معرف لأنه بطلع واحد على صفر وهي قيمة غير معرفة رياضيا إذن أي شي عمود تانو إيش غير معرف وأي شي أفقي قداش تانو صفر ريحتك ريحتك باقي التانات على النسب طيب هاي النسب تلاتين وخمسة واربعين وستين يا أخوي محمد يا أستاذي محمد في أشباه لهم الأرباع التانية نعم هلان إحنا زي ما نحفين إنه هاي عبارة عن أربع أرباع هذا ربع أول هذا ربع تاني هذا ربع تالت وهذا ربع رابع فإذا المستوى الذي قسم إلى أربع أرباع هاي الأرباع كل ربع فيها إلو نسب وكل ربع إلها زوايا والزوايا بباقي الأرباع إلها أشباه بالربع الأول طيب كيف إذا أعرفه بداية لازم نعرف إنه ربع الأول كل النسب عندي موجبة الساين موجب كلكوا ساين موجب والتان موجب والربع التاني بس الساين موجب والربع التالت بس التان موجب طب الربع الرابع بس الكوساين موجب اتفقنا اتفقنا اذا انا مختصر مفيد كل نسبة مثلاثية لها ربعين موجبين وربعين سالبين يعني الساين اول وثاني موجب ثالث ورابع سالب الكوساين اول ورابع موجب ثاني وثالث سالب التان اول وثالث موجب ثاني ورابع سالب فكل زاوية مسلثية إلها نسبتين أو ربعين سوالب وربعين موجب طيب كيف بدأ حول هلأ الربع الثاني والربع الرابع سواء كنتك تحول من أول لثاني أو من أول لرابع أو العكس من رابع لأول ونستخدم نفس القانون إيش هو هنا مية وثمانين ناقص ثيدر يعني أنا عندي زاوية اسمها ثلاثين قد أشبهي بربع الثاني تقولي مية وثمانين ناقص ثلاثين بطلع مية وخمسين طبع أعطيتك الزاوية بربع الثاني بربع الثاني المحصورة بين التسعين وبين المية وثمانين قد تقولك الزاوية مية قديش قياسها بربع الأول تقولي زاوية مية بربع الثاني مية وثمانين ناقص مية هي ثمانين بربع الأول جميل؟ فهذا القانون للتحويل من أول لثالث أو من ثالث لأول جميل؟ إن شاء الله نكون إن إحنا متفقين طيب الربع الرابع 360 ناقص 6 360 ناقص الزاوية سواء برضو نتحولها من أول لرابع أو رابع لأول يعني واحد قال لك 30 بالربع الرابع كم نتقوله 30 360 ناقص 30 330 طيب 300 بربع الأول كم 360 ناقص 360 فالتحويل من وإلى نفس القانون الخلاف الوحيد اللي بيننا بيكون بالربع الثالث بالربع الثالث عنا قانون للتحويل من ثالث لأول وقانون للتحويل من أول لثالث إذا بيتحول من ثالث لأول بتقوله سيتا ناقص 180 تطرح الزاوية من 180 هذا من ثالث إلى أول طيب إذا بيتحول من أول لثالث سيتا زائد 180 هذا من أول لمين لثالث يعني لو واحد أعطاك الزاوية بالربع هون من 180 ل270 شو في الزاوية؟ 220 بتقوله 220 ناقص 180 قداش بيطلع 40 خلص 40 طيب لو أعطاك واحد زاوية زي مين؟ زي الزاوية مثلا 30 وقال له قداش هي بالربع الثالث بيقوله 30 زاعد 180 210 طانونين مختلفين جميل؟ مختلفين بالإشارة طبعا لكن الباقيات زي ما هم لهون إن شاء الله نكون مستوعبين يعني لازم هنا أمورنا يكون في عقلها وأنا رح خلي كل حص التأسيس من نصف ساعة يعني عشان إنت أول إشي ما تنضغط اثنين عشان ما تحس أنك فيه لود عالي ثالث إشي عشان إنت تضلك أول بأول وتحل الإشي يكون بسيط ما تحس بضغط إنه حماس البدايات هذا إنه أنا يلا توجيهه 2007 وبدأ بلش وبدأ قطع المواد لا 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 مش هيك هي المسألة بكل شوي شوي وببساطة أنت رح تبلش توجيهه بداية شهر ثمانية مع المدارس أغلب مدارس ببداية ثمانية أبناء الحكومة ببلشه بخمستاش ثمانية أبناء الخاص ببلشه بواحد ثمانية قبل هاي الفترة كلها هاي المدة كاملة بدها تأسيس هاي التأسيس بتعمله يومين من الأسبوع ثلاثة أيام من الأسبوع حسب طاقتك بس ما تبالل عشان ما تزهك عشان ما تمل عشان مش بكرة تقولي يا بايا أنا مبلش من شهر أبصر قديش لأ شوي شوي بهدوء أدرس وأول بأول وإن شاء الله إنك بتلاحق كل إشي وإن شاء الله إنك بتفلل نيجي نقول من باب من باب الأسئلة يجي واحد يقول لك ساين التلاتين زائد كوساين المي وخمسين بعدين واحد يقول لك ساين المي وعشرين زائد كوساين التلاتة اليمية وقتل رح اعطي خامت فقط الزوايا اللي مشهورة الزوايا اللي مشهورة بالآل الحاسم أما الزوايا المشهورة لا بستيش تختب الآل الحاسم لا تكن نحافظها الجذر الثلاث عتنا هيك ما بيعطي هيها ما بيعطيها بالكوثور العشرية زي باقي الزوايا currently آجه واحد قال لك ساين التسعين زائد كوساين المية وتمانين زائد جذر التنين ساين الخمسة واربين شوف كيف راح نطلع النتيجة بكل هدوء وبكل شوي شوي من غير ما تبالغ في الموضوع نحط كمان مثال ساين تلتمية وتلتمية زائد كوساين الميتين واربين قبل ما تبلش تحل السؤال ساين التلاتين بالربع الأول فإشارته موجب لأن تلاتين بالربع الأول وكوساين المية وخمسين بالربع الثاني فهذا إشارته سالبة بالتأكيد لأنه الربع الثاني الكوساين بيكون سالب طب شو بدأ أعمل ساين التلاتين حفظتم للجدول شو بعطيني نص كوساين مية وخمسين أكيد راح يطيني سالب لأنه سالب في موجب راح يطيني سالب المية وخمسين بالربع الثاني كيف دحولها ربع أول اطرحها من 180. 180 ناقص 150. 30. كسين 30 يعني هاي شبيهة الزاوية 30. كسين 30 قديش؟ جذر الثلاثة على اثنين. فبقوله ناقص جذر الثلاثة على اثنين. بطلع معاي واحد ناقص جذر الثلاثة على اثنين. وبطرك السؤال القيمة زي ما هي. ومش مطالب اني اطلحها يعني. نيجي هون سين المية وعشرين. 120 بربع التاني سين موجب. و 330 ربع رابع. برضو الكسين موجب. جميلة. اذا اثنين موجبات. وهون موجب في موجب يعني موجب. سين 120. 180 ناقص 120. 60. سين الستين جذر الثلاثة على اثنين. على الجدول البسيط الاطنية قد دوره. زائد. كسين 330. 360 ناقص 30. 32 برضو 30. معناته جذر الثلاثة على اثنين. لانه بربع الرابع راح يكون موجب. اجمعهم. طلع اثنين جذر الثلاثة على اثنين. اثنين مع اثنين بتروح طلع جذر الثلاثة. ساين التسعين هاي زاوية مش ربع. هاي زاوية محمر. تسعين يعني فوق. شو الزاوية اللي فوق بالدائرة الوحدة? ساينها تسعين واحد. هاي واحد. بارسم دائرة الوحدة بشكل بسيط. انا اذا بدي على السريعة بل ما احفظ. المئة وثمانين اللي هون. على الشمال. قداش كون ساين المئة وثمانين? سالب واحد. زائد. جذر التنين فيه. ساين الخمسة واربعين بالربع الاول. يعني موجب. الخمسة الكاملة اتنين ع تنين. واحد ناقص واحد بتروح. جذر ثنين بتنين. ثنين ع تنين بطلع معنا واحد. done done. نييجي هون. ساين ثلاثمية. ثلاثمية بربع الرابع. آآ ساين سالب. كسين مئة واربعين. مئة واربعين باي ربع آآ بالربع التالت. لعنى الربع الثالث من مئة وثمانين للمتين وسبعين. اذا برضو سالب. معناته هذا راح تطلع سالب وهذا راح تطلع سالب. لانه موجب بسالب سالب. طيب 300. 360 ناقص 360. سيني 60 قديش? جدر الثلاثة عاتنين. 240 اطرحها من 180. 240 ناقص 180. 60. كوسيني 60 قديش? نص. فبصير عندي سالب جدر الثلاثة. ناقص واحد عاتنين. يعني اشارة الربع بس بيدلك على الاشارة. بس القيمة كلها ما رجعتها وين? ما رجعتها الربع الاول. فلما ديش تحلب تعتمد على مين? على الربع الاول. التحويل كيف هون? ربع ثالث. مئتين واربعين ناقص 180. بتطلع ستين. هذا ربع ثالث. 360 رابع آسف. ناقص 300. بطلع ستين. الستين جدر الثلاثة عاتنين بتجدول العطا تاكية. مئتين ستين بتجدول الرياضية العطا تاكية. الاشارات حسب الاربع. ربع رابع سالب. ربع آآ رابع سالب. جميل. ربع ثالث آسف سالب. ربع رابع سالب. هيك بتطلع. هلأ كل وحدنا بتعتمد على نظام الدقري. حصة جاي راح نشرح نظام الراد باذن الله. جاهزوا حالكو. عشان نوخ نشرح لنوم الراد. ونظلنا ماشي بالوحدة عم يدخل مطابقات. اول باول الله يرضى عليكو. يعطيكو الف عافية.